خرج السيف كي يزرف المشياء عارف الصخر ما غاديش يسمع ليه اجبد التليفون ديالو التاصل بواحد المحاني مشهور من صحابه وعطاه عنوان المصحة ديالا رايان باش يتلقى وتمعه ومن يخرج السيف ابقى الصخر غادي يجاي وكيتمتم وقف قبالة المكتب وهو يلوح كل شي اللي فوقه للأرض شوية تفكر كلمات سيف اللي قال ليه بالليحياتها في خطر وخرج من المكتب كي يجري وفي الزنزانة كانت واقفة خاديشة على غادير وهزا زيزوار في ايديها مدات ليد الأخرى وشدات في غادير من شعرها لاوياها على ايدها باش تحكمها غادير دموحا دايزين وكتشحق بالبكة وعينيها متبعين غير ايد خاديشة اللي كتلعب بزيزوار ايدها قالت خاديشة حلي فمك الغزالة غادير بقات كتحرك راسها بالله وهي تقولها خاديشة بنبرة قاسحة حليه بالخاطر ولا مستقاط على اللسان ومشوها ليك هاد الكمارة حتى هي حليه غادير زيرات على شفيفها وكلها كترجف ما بقات فهمة توالو عليش هي هنا كانت في السبيطار صدقات في الحبس شنوقع ويسين دي هي السبب ويش تكشفات كتلف خاطر هيكون هاد شي غير كابوس وطفق منه ولا توقع شي معجيزة تخرجها من هنا شافتها خاديشة ما بغاتش تحلف امها وهي تتعصب ردخيت ليها راسها مع الحيط بقوة وهي تقول راكت صعبها غير على راسك اللهم ما حليه واخت واللي بك ما على الاقل غادت خرجي بوجهك مقعد ما بغيت يش واخا دهرت عند البنات اللي قالسين وكيتفرجوا حتى وحدة ما حركاتش ساكن او لحتة الدخلات كلها خايفة على راسها كاينة اللي ما مصوقاش كتشوف غير راسها وكاينة اللي بقات فيها غادير ولكن ما قدرتش تدخل خوفر من خديجة وكاينة اللي كتدعي ايجي شي بوليسي اعتقها خديجة وجهات هادرتها للسجينات وقالت انتي وانتي اتقعدوا ايجي وشدوا لي يا هادي وقفوجوا الجبنات وقربوا عندها كل وحدة شدات بغادير من جيها باش ما تتحركش مدات خديجة ايدها وشداتها من فكها ووركات باش تفتح لها فمها غادير دموها كيجريو على خدها وكتحرك راسها يمين وشمال بكل قودها ولكن كانوا حاكمينها مزيان فتحات لها خديجة فمها بزز وجبدات لها لسانها شدها بصباحها وكتقرب في الايد الاخرى اللي هازبها الزيزوات وغادير حسات براسها تقجات كتبعد راسها بكل جهدها وكتقاوم فيهم حتى حسات بألم كبير فاززيرات عليها الخرى بصباحها حطاتوا لها على لسانها وبغاد تقطعه وهو يتسمح حس خطوات جايين ناحية الزنزانة طارت كل وحدة لبلازتها وحتى خديجة بعدات من حدها ومعز دربطح لهزي زوار من ايديها حدا رجلين غادير حل الشرطي الباب ودخل صخر كيقلب عليها بعينيه بانت ليه واقفة جامدة بحالة تمتال غير ضموحة اللي دايزين تصدم من منظر ديالها وخاصة فشاف المنازل مع رشليها عينيه خرجوا من بلاستهم وحس بقلبه ضر شافها طاحت على ركابيها وخشات ايديها وسط وجهها كاتبكي بصوت مرتعفع مشا عندها طاير وتحضر على ركبته كيشوف فيها وفي الحالة اللي هي فيها كاتبان اللي هضعيفة حسب اللي هادي اللي قدامه هي غادير غادير البريئة الحساسة والعنيدة اللي كانت شاغلة تفكيره كل الوقت عكس ديك اللي شاف البارح مد ايده بغي يحطها على اكتفها وهو يرجع يجمحها فاش تفكر قدوبها وتفكر فاش شافها هازة الجنوية وعلى وشك تقتل إنسان داك المنظر ما بغاش يتحيد ليه من بالي ضير على ايدوها ببط عينيه المح شي حاجة كتلمع حدار جليها افهم البلان هزها وخشها في الجيبه ووقف كي صوت دار عند السجينات اللي كانوا مراقبين كل شي وشاف فيهم شوفة ديال قتيلة ورجع شاف بغدير وهدر بصوت هادئ عكس البركان اللي كان كي يغلي في الداخل دياله قال نوضي حاسة برجليها فاشلين عليها واحدة من الخلعة كانت على شوية غدي تقطع لي هالسانها وزادت فاش بالت في حويجها حسيت بإحراج كبير وتفكرات ايامات المدرسة فاش كانت كتتعرض للمضايقة والتنمر واللي جا كي حكر عليها نفس داك الإحساس حساته دعبة سمحات صوته وعرفاته شكون ابقيت على نفس الوضعية وشعقاتها كي إحلام سخر هدر مع الشرطة وقاله آجي عونها توقف تقدم الشرطة وشد فيها باش توقف ولكن ما تحركاتش من بلاستها وهو يقول الشرطة شاف ما بغتش تنوت واش نهزها صخر قال لي هزها ولا تهزك غير سر بينها تحدر عندها الشرطة يلا بغي حط إيديه تحت رجليها وهو يحس بصخر دفره هزها بين إيديه وخرج من الزنسانة وهو كيتحلف عليهم حتى ترسها على صدره وعينيها مغمضين كي يشوف في شفارها اللي فازين بالدموع واخدودها مزنكين وشفايفها كي يرجفوا بعدنا طاروع لو جه باش ما يضعفش ويحن فيها كيفكر راسه باللي هي قتالة استغلاته ولعبات بيه ما خلصوش ينساهد الحقيقة المرة وصل المكتب وفتحوه ودخل وصدوه برجليه حتى هفق الفوتاي واخد الفيكس وعيد على ران يجي لعنده للمكتب دار شاف فيها والقاهم كم نشا دام ما رجليها لعندها وعينيها مزدودين سمعت تققير ومشحل الباب وهو يقول عاونيها تغسل حالتها وعطيها شحويج لعندك وبقاي معاها وهاني جاي وهي تقول لورالله اوكي شاف خرج وهو بطل تحت فتحوليه الباب ودخل عليهم كيف الطول ناوي على خزيت خرج ايدو اللي فيها الزيزوار وبدكي العبه وعينيه على السجينات وهو يقول اديال من هذا حتى وحده ما جاوبات دار بين الطم وحادرين عينيهم السخر قال ليهم ما بغيتوش تجاوبو واخ دوز عينيها لهم كاملين ونعت في وحده منهم كان باين عليها الخوف دغية غادتها خاصها غير دفعة قال ليها انتي اهجي لنا وقفات وجات قربات السخر شد فيها من دراحة ودورها بسرعة حتى عطاته بالطهر وحط الزيزوار عليها قال ليها ما بغياش تدخيل الحبس كتفضلي تموتي ولا تبقى يمسجونها داكشي علاش فكرتي في الانتحار وضربتي ايدك بهذا حطو عنا معسمها وزير حتى خرج شوية ديال الدم وهي تقول له السجينة لا لا عافك ما بغيتش نموت سخر قال ليها ولكن زيزوار ديالك وجبتيه باش تنتحره وهي تقول له سجينها والله ما ديالي السخر قال ليها ومن لي ماشي ديالك ديال من وزاد ورق عليها وهي تقول له ديال ديال خديجة تبسم بجنب ودفحها احتاجة طايحة على وجهها وهو يقول شكون فيكم هاد خديجة كل اعين توجهات عند خديجة قرب عندها سخط وشدها من ايدها ورجحها لها اللوم حتى حسات بها على شوية تهرس ادفحها وخشى لها وجهها في الحديد حتى تخلطات لها كمارتها وبدأت كتنين وهو غير مازايد يورق عليها بكل جهده قال ليها آري ما عندك وهي تقول له آي ماشي ديال ياش شاف ها ديك غير كتكتب دار شاف في السجينات وقال ديال ها ولا ما ديال هاش السجينات حركوا راسهم بقاه وزاد ورك عليها وجههم بخج مع الحديد وهو يقول كل هم قالوا ديالك زعمهما كل هم كيكتبوا وانتي لي لا انا غادي نوريك عايت صخر على جوجة الرجال شرطة وقال لي هم يديوها الغرفة المعلومة جروها وهي كترغب وكتنكرب اللي الزيزوار ديالها حتى غبرات وقف صخر كيشوف في السجينات وحاقد حجبانه وقال يلا طلقوني شنوقع بالضبط تكلمات نفس السجينة اللي بيعات بخديجة وقالت انا غادي نقول لي كل شي اشيه غير ما تخلينيش مع خديجة في نفس الزنزانة ره غدا تقتني قال لي ها صخر غير هاضر وهي تقول له من لي دخلات خديجة هاد الصباح سولات علشكون تخلي بارح في الليل و هو هو يقول صخر وقاش قالت السجينة نععدنا لها البنت اللي خرجتي قبيلة مشات ووقفات عليها وجبدت الزيزوار وبغا تقطع لي ها لسانها صخر خرج عينيه فيها وقال شنا هو تقطع لي ها لسانها هي تقول السجينة اه قال لي ها صخر كملي السجينة حضرت رأسها وقالت حنا كنا خايفين على رأسنا ومقدرناش ندخله شافت في دوك اللي نادو عاونو خديجة كي رغبوا فيها بعينيهم باش ما تذكرهمش وهي تقول ومن لي سمعات الحز طلقاتها ورجعت البلاستها بحالي لموقع والو قال السخر بصوت كي زعزع وانتو ما زكتو قم كم مشين وقالسين كتتفرجو فيها ما تعرفو تعلمو حد ولا تدخلو ها ديك خالعكم انتو ما كاملين اللي نعلت واصلكم خرج الساخت كي سب ويعلق ومشا الغرفة اللي في نفس الطابق كانوا واقفين حدها جوش شرطيين دخلو سد الباب وكانت بحال غرفة لستجوان غير ها دي ما فيها لا كاميرا ولا غرفة مراقبة خاوية ومضلمة شوية فيها طبلة في الوسط وجوش كرازة وبولة وحدة مضوية المكان داخل كيشوف فيها شوفة قاسحة كانت جالسة في الكرسي وهزات راسها فيه بانيها كيقفض كمامو وبدأت كتبلع فريقاء هين من طبحها ما كتخافش بسهولة موالفة التعامل مع العصابات والبزناسة ولكن سمعة السخر سابقا ما كيرحم حد خاصة الخارجين على القانون شحين من مجرمات على ايدي في شي مطاردة ولا أثناء الاستجوان سريع الغضب ما كيعقل على حد وعمره ما التابع قانونيا حيث المجرمين اللي ماتوا على ايدي ما كيسول فيهم حد بالعكس إلا دخلوا للسجن سالمين كي تقتلوا من طرف شركاؤهم قبل ما يحلوا فمهم هاتش يكون له عرفاء على سخر وندمات أشد بالندم اللي قبلات بالمهمة وخاخدات مبلغ كبير باش تسكت غدير كتشوف فيه واقف عليها كيف قباط لارواح عارفاش نتابحة إلى التازمات السمت غادة تموت على ايدي وإلى هدرات غاد يصفيوها لها سواء خرجات أو اللبقات في السجن وبخفة شدها ملكون وقفها وعطاها بنيا لوجه حتى تزعزعات لها الجمجم ما جات فين تستوعب اللولة حتى زادها الأخرى أعطاها لكمات متابعين حتى ولوجهها كله دم بعد عليها وعطاها ركلة الكرشها حتى جات طايحة في الأرض كتكح في الدم ما خلاش لها الفرصة فين تسارع أو لا تكمد الدقل لكلات عاود هزها وخبطها فوق الطابلة ومشجع بكرسي وشد الضهر ديانه حطوا لها على رقبتها وكيد غطح تخرجوا عينها وقال لها كيف جاوك المقبلات؟ ها؟ غدا تهضري ولا ندوزوا للطبق الرئيسي حركات راسها بقى ما عندها فين غدا تزيد غادي يقتلها ما فيهاش قال ليها ما زيان حط الكرسي وشد في الطابلة وقلبها في الأرض خد الكرسي وقلس فيه داير الرجل على الرجل وقال ليها دقا عادي ناضت كتساخف بحر مقدات توقف قلسات في الكرسي قبالته وجهها عامر دم حتى غبرو ملامحها قال ليها شكون مسايفتك؟ خديجة بدت كتكح وقالت ما كان عرفوش اهدر معايا غير في التليفون وهو يقولها شنو قال ليك؟ قالت قال لي يا كاينة وحدة في المركز تعتاقلات وبغاوي سكتوها قبل ما تهدر وقبلت بالمهمة قال ليها صخر كيف الزعمة؟ كتتعاملي معاهم بلما تعرفيهم قالت والله عمري ما شفتش واحد فيهم ديما كيتتاصل بيا واحد سميته سنوب إلا كانتش مهمة ولا شي طلبية عمرني شفت وجهه سخر كيحك في دقنه وقال همم انتي دخلت دابة غير حلق بلها تقطعي ليها لسانها باش ما تهدرش وتنعت في رؤسائك خديجة بقى تساكتة ووقف سخر وقال ليها أوكي مرحبا بك معانا غادة تبقاي في ضيافتنا حيتي لا خرجتي وعرفوا باللي فشلتي في المهمة غادة تودعي الحياة وإحنا ما زال محتاجينك خرج من الغرفة ومشغس الإيدي وتفكر من در غدير وهي في ديك الحالة كيفاش هي نفس الإنسان اللي قاتلش حال من واحدة وبديك الطريقة البشعة ما بقى فهم حتى حاجة داك شي باش حاس كيقول حاجة والوقائع اللي قدامه كتقول حاجة خرا دوز إدوح لشعره مرشعوا اللور وخرج غادي للمكتب حتى بانوا ليه سيف وراكان داخلين مع الباب راكان قال ليه خاصنا نهضره وهو يقول له صخر تبعوني سبق الصخر وموراه راكان وسيف داخلوا لقاعة الاجتماعات وقل الصخر في راس الطابلة ونعت ليهم بعينيه يقلصوا رد صخر البال للملف اللي هاز راكان إيديه بال ليه حطوا فوق الطابلة ودفعوا ليه قاد في القلصة وفتح الملف اللي فيه صورة غدير ابدا كيقلف الصفحات وراكان كيضا قال ليه غدير مريضة بانفصام الشخصية هز صخر راسه فيه وعلامات الصدمة على وجهه راكان كمل هضرته وكيشرح ليه حالتها وصخر غير مازايد كي تصدر كيشوف راكان ويعاود يشوف الملف اللي بين إيديه تلف ودخلطو عليه عاود ليه راكان على فاج جا عنده سيف كيستاشروع لحالة غدير وفاش لاحظ تصرفاتها الغريبة وجابها لعنده ونعسات في المصحة واحتع للشخصية الأخرى اللي هي سيندي هنا تدخل سيف وعاود ليهم بجوج على المذكرات اللي لقى وعلا السيندي كتقتل انتقاما من اللي اغتصفه بوروش راكان وصخر بقى شي كيشوف في شي وصيف عينيه ولو حمرين ومدمعين وهو كيخبرهم على الأب ديالو وباللي هو أحد المغتصبين تركتش حال قبل ما يشبد تصير تبع ولكن إنسانيته ومعزة غدير عنده ما سمحولوش يتستر على الأب ما عندوش الضمير ومحاس بحتاش ويديا للدنب على دك الشي اللي دار عايش حياته عادي بحال ليلى موقع وعلو وبحال ليلى ما كانش أورى ضمار عائلة ومعاناة فتاة بريئة راكان عاد فهم سبب المرض وظهور سيندي في حياة غدير وفي نفس الوقت حس بغضب عارم تجاه الوحوش لأداء ووروش أما واحد سخر حس بحال ليلى سقف هبط عليه شد فراز وغمد عينيه ما قادرش يستوعب هادشي كله قال زين المذكرات فيهم كل شي بالتفصيل علش نوقع الوروش أخت غدير زيّع لأيدوكم من الهضرة وفيهم حتى اسم المغتصبين ومنهم مصطفى المجدي ليه هو ببع من اللي وقع ليه الحادث كانوا المذكرات في الطموبيل خاسنا نلقاوهم راكان كيشوف في صخر اللي منزل إيديه على راسو وقال صخر صخر هل صخر راسو وشاف فيه وهو يقول له راكان خاسنا نلقاو المذكرات ولكن في اللول خاس غدير تخرج من هنا هي مريضة وسين ديع لمبالية باغة تكمل لانتقامها وهيد شي كيشكل خطر على حياتها صخر قال اليوم واحدة من السجينات كانت بغاة تقطع لي هلسانها صيف وراكان قالوا في نفس الوقت شنا هو؟ هو يقول لهم صخر شي حد صيفتها تسكتها صيف قال هي ما عارفة والو حتى أنها ما عارفاش سين ديع لاش كتقتل خاسها تخرج من هنا انت دابة عارف المرض ديالها خاسها تتعالج وانت بتوبة راقتها راكان قال أنا غادي نتفعل ملف ديالها وندخل هالما صحى التعالج وهو يقول صيف فين هي غادي يردعبا واش باقى في الزنزانة صخر قال كاينة عندي بالمكتب قال راكان كيف غادي تدير تخرجها وهو يقول له صخر أنا غادي نتكلم هيت شي اللي تقال هنا ما يخرش حتى واحد ما تعاودوا ليه على الماضي ديالها ولا المرض سيف قال في رأس المحامي اللي وكلت الغدير شايف فيه صخر وهو يقول له سيف ما تخافش تيقى وراها عاودت ليه غير على المرض ديالها هو يقول له راكان تقدر تخرجها اليوم باش نديها معايا صخر خنزر فيه هناك وقال له سير دابة حتى نتصل بيك سيف قال وغاديها وهو يقول صخر هي في المكتب عندي ما غادي وقع ليها والو من ليه تخرج غادي تبقى معايا شافوا فيه بجوج زعمها واش من نيتك وهو يقول لهم صخر حياتها في خطر وأنسب مكان هو عندي او لا لا راكان قال لي خاصها ترجع للمساحة باش نبدأ العلاج مهاها صخر قال حتى نطرقوا هيد المصمار ونشوفوا قادية العلاج راكان ما عجبوش الحال وقال عليش خاصها تمشي معاك انتا بالداد قال ليه صخر هاضرة واحدة قلتها هو يقول لراكان هي دابة تحت مسؤوليتك ولكن مؤقتا كانت منى ما يقع لها والو صخر هز حاجبو وقال شفتك زتيفي وهو يقول له سيف صافي اللي كيهم دابة هو سلامة غدير ما تنساش المذكرات صخر شاف في سيف وهو يقول غادي نكلف لغدير قاعة يلا تفضلوا حتى نتصل بكم راكان قال ليه قبل ما ننشيو خاصنا نشوفه غدير واقفين كيتبادلوا نظرات التحدي بناتهم كله بغا يدير داك الشي اللي قال ليه راسه واحد اعند من لاخو خرج صخر وتبعوا راكان وصيف اللي ما غايت هنه وحتى يشوفوها سالمة افتح باب المكتب ودخل شافها قال صفق الفوضي لابسة تيشورت كحل كان ديان عرف رانيا اللي اعطاتوا لها هزيت راسها وشافتو هي تنود كتجري عنه شدات فيه من تريكوه جهة سطر وهي تقول له عافك ما ترجعنيش تماك انا ما درتوالو هزيتو بغي حطها على خدها اللي نازلة معاه دمها وهي تبحد عليه ودازت من حداها تلفت لقاها في أحدها نصيف اللي واقف حدا الباب وجنبورة كان معا نقاهو كتبكي وهو كيدو وزيتو على ظهرها ارجع بعد عينيها ليهون شافرانيو قال ليها تغادر ومشوقف حدا النافيدة بعدها سيف عليهم سحليها دموحة من اللي شافها عادرتها شاف فيها بعيني لماليهم الحزن والفرح وهو يقوم سمحي ليه عارف ما نستاهج دك شي اللي درتع لقبلي بتاسمت غادير وقالت ليه كيف بقيت شوية؟ قال ليها حسن من اللوي وهاد الشي بفضلك قالت لا أنا ما درت وارد سيف بس لي هاجب هتها وقال درتي ودرتي بزار وهو يقول لراكان غادير صافة غادير حدنتابهت ليه وقالت دكتور راكان سمح ليه مش افتكش راكان بتاسم وقال ماشي مشكي وهي تقول واجيت وتخرجوني قال ليهارا كان اليوم تخرجي من هنا فرحات وقالت بس صاح سيف حرق ليهارا صبقاء وقال حنا دا بغدي نمشيو ومن بعده نطلقا قالت علاش ما نمشيش معاكم منطق سخر بلا ما يدور عندهم وقال احتمسة لي والإجراءات تلفتات وشافت فيه عاطيهم بالطر تفكرات فجة في آخر لحظة وعتقها لو كانت عطل ثانية كان لسانها تقطع وفاش هزها وخرجها من داك الجحيم حسات بالأمان اللي مفتاقدها وهو هزها في حظ ديما فاش كتكون في خطر كيجي يعتقها وديما كيتجمع في ظروف غير اعتيادية والإحساس الملخبة اللي كيراودها كتخاف منه وفي نفس الوقت كتحس بالأمان في جنبه قال لي هزي غادير احنا غادين مشيوه تهالله في راسك وغادين تشوفوه في القريب العاجب ومشا سيف وراكان واخر السخر ومشا عند الفريق ديالو وشرح لي هوم الحالات دي الغادير وكل فمورات بش يقلب على المذكرات وقال لي بليرا غادير قطة موبيل ديالسيف في الفوريان وضروري يبحث على المذكرات وجيه ومن بعد ما زال الإجراءات ديال الإفراج على غادير خداها معاه الضرور وفي مكانها قطة وبالضبط في الطابق السفلي الكازينوري قالس الشخص المترأس الطفلة محصب كي يسبه ويهاير جمع كل شي قال خدامين معنا الكلاب والكلاب ودائرين خدمتهم عليكم حاجة واش تكونوا بحالكم نعاتف واحد قد الحلو وقال له أجي انت لهذا كل شي يبدأ منك تم جاي ومنزل راسه ووقف أنفاس مع الشخص وهو يبدأ يطرش فيه دك الشخص بطريقة استفسازية بحال لي لك يتعامل مع دري صغير قال لي عشر سمين هادي ارتاكبتي خطأ لا يغتفل ودابة كان خمس من اللي قتلتي ست القوضة علاش مخلي البرهوشة ديال خطها حية وهو يقول له القاد الأوامر كانوا نتخلص منها غير هي ونقتلها بطريقة بحاليلة انتحرات الشخص قال لي الأوامر ديال من هادو قال ليه القارد ديال كبوس وهو يقول له الشخص إذن الخطأ ديالي ماشي ديالك أوكي سير رجع بلاستك دار القارد راجع لما كان والشخص نحات القارد داخور بعينيه تحرك القارد لاخور بخفة وقف مورا القارد اللون ودوذ عليه بجنوية لحروب طاح القارد على ركابيه كي خرخر بحال الحوالي جوجه على ضايا ديال الدم وروحه طلعار كان نفس القارد اللي قطع شرايين بوروش قبل عشر سنوات نراجع لعشر سنوات ديالش حال هادي من بعد ما طيبات الفطور الخطهاء اللي فترات ومشات المدرسة دخلات لبيتها وبالثلات حويشها غادة للكوميتارية على حساب قضية عماد كانت متأكدة باللي تقتل ماشي حادث عادي ومسرنا تثبت هادشي ويتعاقبوا موالين الفعلة نسات قضيتها ومركزة على قضية عماد اللي تحرقات عليه وعمرها تنساه حتى تموت سمعت صونات الباب وخرجات شوف شكو كيف حلات وباليها شخص دخن ملتن ولابس كل شي كحل رجعت بغت تسد الباب وهو يحبسها قبل ما تغوض شنقع لها وزد ليها فمها وكان داير لي قاد الجب بدات كتنطر ليه باش يتلقها ولكن جسمها الصغير ما سحفهاش رد الباب برجله ودخلت دوشها اذهب ايد وحده بدات ايد ديها الوجهو وهي تقم شو بدفارها شرات ليه وجهو كامل احتخرش ليه الدم اذعب وهو يعطيها بونية الكرشها حتى شحقات كان باغي يزيد احتها العصار للفعلة اللي دهرت ولكن غديبانه في جسم هالكدبات وهو ما بغاو موت هايبان بالانتحار كان لازم عليه يتبع الاوامر شدات في كرشها كتتألم وهو جبت زيزوار بحل نوز حكمها في الارض وشد ايديها اليومنا ودوز لها على العصب خلاها كترك البرج ليها وزاد دوز على الايب الوزر تكاها على الحيط ورجع بالنهور كيشوف فيها حينيها بدو كيتقل ودمياتها دايزين ابقى العدة دقائق حتى تأكد بلي ما عندها حتى امال فنجا وخرج نرجع الحاضر قال الشخص اللي قول اللي ارتكب شي خطأ من هنا القدام ما صيرو كفز من هذا وشاف الشخص اللي قالس حداه وقال تكلفتي بهديك قال ليه الشخص التاني كلفت سنوب يسيفط ليها اللي سكتها ولكن فشلو حين جاتني اخبار بلي الضابط صخر بن يازيد خرجها من الحبس قال ليه الشخص اللي قول بن يازيد دعما هو يقوله الشخص التاني آه هو نفسه ابن اسماعيل بن يازيد الشخص اللي اضحكه قال الشهامة كاد شري ليهم في الدم وهو يقول الشخص التاني شنو المعمور الضابط الصخر ماشي شي واحد لي ساهم وإلى خط هديك بقاتح تحت حمايته يقدر يوصل لنا الشخص اللي قال للأسف غادي يكون مصيره بحال باع اللي كيخشي راسه في حواج بعيدة عليه ودوز ايده على عنقوبان خاصه يتبحه قال ليه الشخص التاني واه مصطفا فين غيبتي واش تحرقوليك الفيزي بلات وهو يقول له مصطفا دابة ديك اللي شفت هي اخت بوروش وهي نفسها صديقة ولدي اللي تبرعات ليه قال ليه الشخص اللوي ياك ما فاق عندك الضابير نسيتي كانت على شوية تصفيها لك هو يقول له مصطفا داك شي اللي در نفختها ماشي ساهل قال الشخص اللوي اجمع راسك شوية شفتك كبرتي وحترتي ماشي احتال دابة عاد فاق عندك الضامير وحاسب الدم وزايدون نسيتي رامزة شنوق عليه نفس الشي غاديوقع الكل واحد فينا إلا ما تخلصناش منها عندك تخد عقب البراءة ديالها قال مصطفا كانت غلطة كبيرة نهار تحدين على ديك البنت أنا ما باقيش للطخي دي بالدم أضحك الشخص اللوي وقال مصطفا إنت ولا عندك حس فقاهي وقال بملامح جدية نهار يسخنح ليك راسك عارف شنو تابعك إذن خلينا مزياني وهو يقول له مصطفا أنا ما خايفش من موت قال ليه الشخص اللوي إلا ما خايفش على راسك خاف على ولدك شنو سميته؟ آه سيف ياك جاوبه مصطفا بخطبه قال له كيفاش تهددني بولدي هو بعيد على هذا الشي وياك تتقاض شعراني ديك ساعة ما غاديش نبقى مربع ايدي قال ليه الشخص اللوي ما حدك داير عقلك حتى حاجة ما غتوقع لا لك ولا لولدك وهو يقول الشخص التاني وشنو المعمول دايرا؟ قال ليه الشخص اللوي بما أن ديك الكلبة تكيية بزداد ودخلات حتى العارين الأسد وخدمات فيه وحتى حد ما حاق وهي حاضية نوكة تقتل فينا واحد بواحد خانترف مالك الكازينو قال ليه وهاد المقنف ناعز على ادنيه فخاسنا ندير احتياطات ناحة نحيدوها من الطريق الشخص التاني كيشوف مالك الكازينو قال بغيت غير نعرف علاش اختارتي هاد بنادم بالدهس تحط الكازينو بسميته قال الشخص اللوي حيت السجل ديالو خاوي وحتى واحد ما غاديشك بيه دابا المهم لقاءاتنا غادي تقطعه حاليا كل يديها بشغله شاف مصطفى وقاي ويسد فمه ويحسب الف حسبة قبل ما يدير شي حاجة يندم عليها والضابط والقاتلة خليهم عليها انا غادي تكلف بهم شخصيا اما السخر كان في المكتب جاب الدوسي بوروج كيخرى فيه ودعوة الاغتصاب اللي مذكور فيها اسم واحد واللي اختاه هو من التحايا ديالسانتي ولكن الاخرين الاب ديالسيف وهدير بوروج والشخصين المجهولين ما مذكور حتى واحد فيهم حاول يدخل للسجلات القدام ولكن كيطلع ليه بأنهم محضورين خاص ياخذ القوض من العقيد او العاميد هم الوحيدين اللي نسموح ليهم يدخلوا الملفات المحضورة ادرب ايدوه لنا المكتب وزير على عينيه نفس الشي واقع ليه مع قضية سبب الرئيسي لدخول لهذا الميدان هو الاب ديالو الجنرال اسماعيل بن يزيد رغبته بكشف الحقيقة وورى الاحداث اللي وقعوا لباه فاش كان فتى مراهق ما كانتش عنده القوة ولا السلطة فاش يبرق الاب ديالو من الجرائم اللي تلطقت ليه وعلى ادرها دخل للسجن ما كملش حتى شهر فيه والتقتل في الزنزانة ديالو ساخر كان متأكد من براءة بباه لانه شخص متالي في نظره وقدوته في الحياة ولكن الناس اللي وقفه ضدو شوهوليه سمعته وزادوا قتلوه وغطاوا على فعلتهم باللي مات بسبب الشغب اللي كيقع بين السجناء في السجن وولا عنده هدف واحد بن عينيه ما غادي يرتاح حتى يبرق اباه ويرجع ليه حقه ودابة زاد هدف آخر يرجع حق بروش اخت غاديه ويساعد هد شافة من مانتها وصلت لحضاش ديالليل وفتحات عينيها في الضلمة كان ضوخ فيه في ديال الجمرة داخل من البالكو مدت ايديها وشعلات الفيوز اللي حتى راسها كدت سأل ماشي المركز هذا مستغربة هي فين دابة اللي عاقلة عليه هو فاش كانت في غربة التحقيق مع سخ ما كتنموش على دكشي اللي دار ليها حيت عرفات وحس بالشنطة حلات الباب وخرجات كتشوف في المكان اللي هي فيه بالليها بابة قر جنب البيت اللي كانت نعزة فيه فتحاته وهي تجي عينيها عليه ناعزة لكتشوف وراد وجهجهت الباب تبسمات كتشوف فيه قدامها راجل بمعنى الكلمة كل شي فيه كيحمقها احتفش كعاليها وضربها زادت تحت فيه كتبغيه بطريقتها المريضة بقيت واقفة حدا الباب شحال كتتتأمل فيه وهي تنشى ناحيته قلسات حداه وقناه موسية ومدات إيدها كتلعب شعره حس بيها وفتع عينيه كيشوف فيها وهو متبع إيدها اللي تحطات على صده رمقها بنظرة غريبة وهي كتقرب تحنات عليه بغد تبوسه وهو يبعد وجهه لجهة الخرى احتجت القبلة في حنه حسات بحليل سافقها ومرضات شي صدها بهذه الورود قال ليها رجع البيتك ساندي بدأت كتدمع وقالت اسمح ليها ما قصدتش أنا أصلا ما عرفتش شنو كندير عندك هنا في البيت وقفت وقالت غدا نرجع البيتي اسمح ليها قال لها صخر غدير وهي تقول ساندي نعم قال صخر هادي انتي قالت ساندي وهي كتدمسح بدموحها اه وقف وقرم منها وقال سمحي ليها يحساب لي لخرى اللي جات عندي شد لها في إيدها وقال واش ما شاكش النعاس وهي تقول ساندي لا ما قدرتش النعاس خايفة بزا قال لها صخر ما عندك علاش تخافي اجي معا جرها لبيتها وتكها في بلاستها غطاها وبغا ينود و هي تشد فيه و هي تقول عافت بقمعايا رسم بتي سام على جند فمه والتحنى عليها حتى حسات بأنفاسه على وجهها خمضات عينيها مستقبلة قبلته حتى حسات به قلبل عن دودنها وهدر بين سنانه قال شفتك مستحمراني بلا قياس قدر لعبتي عليها من قبل ودهزت ولكن ماشي كل مرة كتسلم الجرة جوج حوايج اللي شفعوليك في عائلك كنك رع القتالة بحالك وكنت غادي ندود عليك جهنم الكحلة ولكن دوك اللي قتلتي استاهلوا دكشي اللي وقع ليهم هذا واحد والحاجة التانية والأهم هو أنك كتشاركي نفس الجسد مع الإنسان اللي كان بغي واحتراماً لهذا الجسد اللي ملاته بزاف عليك وما عندكش الحق يدير اللي بغيته ندمت على النهار اللي نعستمها كثير حيث تحرمت من أنني نقيق هذي الجسد الأول مرة مع غاديه ولكن كل شي غادي تعود من اللي غادي تختافي أنا غادي نرجى حق بروش وحق غاديه بلا ما نعرض حياتها الخطر إذن وجودك ما بقى ليه احتداعي وهي تقول له سانتي غادي تندم على هادشي اللي كتدير فيها غادي ندمكم كاملي كلكم جيتوا من جهتها عطفتوا عليها وبغيتوها وأنا كل شي اعتاني بالضهر الأخرين ما كيهمونيش ولكن انت لا وخال عالم كل ما يحملنيش انت خاسك تبغيني حيات حتى وحدا ما غدا تبغيك بحال خرج من الغرفة كيحاول يكتمل غضب تياري صورت عليها الباب ودخل بيتو كيغلي وفي الصباح فاقت غدير فطروا هيو سخر واخداها لعند ركان المستشفى ومن بعد ما هدرت هيو ركان خرجات هيو سخر ومن بعد ما ركان هدر مهاها خرجو هيو سخر من المسحة وإيدو في إيدها تابعها كيف الأمانة عجبها هاد الاهتمام اللي كتحس من جهته من اللي جابها الهنا وبغاها تبرى من مرضها وما وصفهاش بالمختلة وبعد منها ومن اللي قال ليها باللي ساندي ما كتعني ليه والو زادت فرحات ورتحت لحقاش كانت ديما كتقارن رأسها بساندي وكتقول باللي هي الأفضل وكل شي كيبغيها ولكن سخر تبت لها العكس وخا ما يكونش كيبغيها على الأقل ما كيبغي ساندي يقدر يكون حاسب شي حاجة من جهتها ويقدر الله ما بغيتش تأمل بالساف ركبو في الطموبيل وبقى وغادي حتى حسات ببي الطموبيل وقفعت دارت جهة السخر وهو يبال لها خرج بقيت متبعة بعينيها حتى باللي هوقف قدام الطموبيل ومقابل مع البحر فتحات الباب وخرجات وكانوا واقفين في تل كي يطل على البحر عجبها المكان والريح كتدر فيهم كانت مستمتعة بالمنظر اللي حولها ومراقبة صخر اللي واقف ووقفتو الرجولية عاطيها بظهره العريض وخاشي إيديه في جيابه تمشيت لعنده ووقفات بجنبه ما دارش جهتها حسات بإحساس خائر خافت لا تكون دارت شي حاجة ولا قالت شي حاجة اللي خلاته يتقلب عليها فجأة وما بقاش دار جهتها بغت تسولو تستفسر منه ولكن ما قدراتش عيرت راسها في خاطرها ودارت بغت ترجع تقلس في الطموبيل يقدر بغت يبقى بوحده وهي جيالة ثقافيه وكيف خطات الخطوة اللولة حسات برأسها تجرات وبحركة سريعة ردها قدامه وعنقها من اللور محاود خسرها بإيديه بجوش وحاط دقنوع لكتفها مواجهين لبحر دقات قلبها رجعوك يجريو وحاسة بدفق صدر لي لازق لدهرها وحاسة بالحماية من الطريقة باش ضامها ليه بسها تحت ودنها وقال كان بغيك بقيت ساكتة ما قدرتش تهدر وهو يقولها ما عندك ما تقولي بقيت مصدومة وكتحرك رأسها اليمين والشمال تلفات وما زال الكلمة كتتردد في ودنها قال لها صخر انتي ما كتبغينيش غادير حركات رأسها بالله بتاسم وقال إذن كتبغيني حركات غادير رأسها بالله قال لها صخر ومالكي تزيزنتي غادير حركات رأسها بالله وهو يقول ولكن أنا بغيت نسمحها خرجات عينيها وما تكلماتش وهو يقول حتى أنا أول مرة نقولها جربي رأس الهلا بقيت غادير ساكتة وما جاوباتوش قال لها صخر إلا ما قلتيهاش غادينت حبد يالي حركات رأسها بالله وقال إيواء تلقينا ما قدرتش تقولها حيث سبلسانها التعقد تحلات على صباحها وحطات إيدها على درعانه لمحاطيها حطات شفيفها على شفيفه بس تقبلها خفيفة ودافئة وبعدات ما قدرتش تهدر ولكن قبلتها كانت كفيلة توصل له إحساسها ترسمات على شفيفه ابتسامة عريضة وعينيه لمعوا وبين فيهم فرحة كبيرة مالها متيل رجعوا طلعوا في الطموبيل فرحانين ومبتسمين والساعات تظاهر عليهم بجوج دمار الطموبيل سايق بإيد وإيد شابكها مع غدير كل ساعة كيهزها يقبلها وكيف عادته كان سايق بسرعة ولكن ماشي كيف مموالف داير بحسابها حيث كتخاف من السرعة تلفت عندها مبتسم وحتى هي مبادله لابتسامة سهات في ابتسامته اللي نادرا ما كتبها ابقوا كيتبادلوا نظرات العشق والشوق شوية بعدات نظرها عليه وشافت في الطريق خرجات عينيها وصرخات بإسمه كان صخر غادي في طريقه والرموك اللي خرج على الطريق وجاي ليهم حاولي بعد عليه وبمهارته في السياقة قدري تحاشاه وخرج في الطريق المعاكس تلفت عند غدير لقى الخوف والهلع في عينيها كتشوف فيه ودموحها واقفين في طرف عينيها ارجعش في الطريق وكان فات الفي لحظات فقط وتسمع صوت الاستدام بشكل مهول والدخاخن طالعين والوقود كيتسرب كان حادي تكارتي من درجة اللولة مستحيل يقدر ينجى منه شي حد سيارة سخرت شخشخات من القدام خاصة من جهة غدير وقفوا السيارات الأخرين والناس خارجين كيطلوا شي كيتاصل بالإسعاف وشي كيحاول يشوف واش نجى شي حد هز راس واللي عامر دميات بغي حرك إيده ومقدرش تلفت لجهتها كتباليه راسها ماي الجنب والدم نازل لها من راسها شاف رجليها وكان نازل عليهم الضغط وحاصلين وكلهم دميات كيشوف الضبابة نازلة على عينيه وحالهم بالسيف هز الإيد الأخرى بززوا منتها جهتها حطها على راسها وكيحز براسه غد يغيب على الوعي كيحركوا يمين وشمال بالجهد باش توقت وبصعوبة منتقيد دكتور وشد في إيدها مزير عليها لعله وعازت تحرك والدور عنده حس براسه تقيل والتك على الكوسع ومازال شد في إيدها اللي عامر دمي عينيه تسده وآخر حاجة سمح هي صافرة الإسعاف جاوجوا سيارات الإسعاف وداروا خدمتهم خرجوا كل من غدير وسخر من السيارة وداروا كل واحد فيهم في وحدة ومشاوا الأقرب مستشفى جاوا البوليس وداروا خدمتهم والتاصلوا بالدائرة اللي خدان فيها وعلموهم وعمر تسدم الخبر والتاصل بالسيراج لأخذي السخر علمو أحد الأخير اللي خرج من شاركتو كيجر وصلت سيارة الإسعاف اللي فيها غادية ودخلوها لغرفة العمليات عندها إصابة في الضر ورجليها كلهم مجروحين تبعات هالسيارة اللي فيها سخر دخلوه لغرفة العمليات الاخرى اللي مقابلة مع اللي فيها غادية كانت إصابته على مستوى الرأس وإيده اليسرى مهرسة دازوا ساعاتهما ما زال في غرفة العمليات كان وضحهم دقيق بشوش فقدوا الدم بالزعف وفي الخارج كان واقف سيراج لونه مخطوف غادي جاي وكيدووز إيدو على وجهه هزرى صوبا ليه راكان جاي كيجري راكان قال ليه شنو واقع فين هي غادية وصخر شنو قع ليهم وهو يقول له سيراج صخر في غرفة العمليات ما زال مخرش قال راكان وغادية فين هي قال ليه سيراج شكون هاد غادية راكان قال البنت اللي كانت مع صخر في الطمويل وهو يقول له سيراج ما عرفتش واقي لحته هي باقف غرفة العمليات سمعوا الباب تحل وهو يبال ليهم جارين سخر في البياس ومدورين فاسمع لراسه وإيدهم جبرة ابقى راكان واقف حدا الباب كيتسرنا الخروج ديال الغدير وهو على أعصابه باليه سيف جايك يجري ووجهه مخطوف وقف حداه كينهج وقيسوله وهو يقول له راكان وباقى في غرفة العمليات وبعد مدة خرجوها وديرين لها فاسمة كبيرة على جبهتها دخلوها للغرفة ديالها وقدات لها الممرضة السيروم وخرجات دخال عندها سيف وقلس جنبها في الكرسي خدا إيدها وبازها هبضات دمعة على خده ومسحاو حتى إيدو على شعر غادير كيدووزها بحنان تفتح الباب ودخل راكان وتوجه لعندها وهبط باز جبهة هاجن بالفاصمة اللي ديرين لها ابقى وكل من سيف وراكان في الغرفة كيتسنه وغادير تفيق ناد راكان يتمأنع لحالة الصخر وخلى معها سيف خرجت لقمع خالته اللي غير شافته زادت في البكة والترمات في حضنه طب طبع لها وخلىها حتى رتاحت وهدر مع سيراج اللي عود ليه شنو وقالوا ليه الأطباء وباللي خاصهم يتسنى ويدعيوا معها سيف ناد مشال طوالات ورجع بسرعة حل الباب وهي تباليه الممردة هزا شوكة في إيدها وباغى تضربها في السيرون شافته هي تصفار وبدأت كتفتف حتى طاحت لها الإبرة من إيدها تحضرات هزاتها ورجعت بغى تحقنها في السيرون حسات بإيدو شدات في إيدها بحداتها شافت فيه ولقاتو كيشوف فيها شوفات كلها شك قال لها سيف شنو هادشي اللي باغى تضربيليها قالت وهي متوترة ها هادا ديال الواليها سيف إيدها حتى طاحت منها الحقنة وقال مالكي كتفت فعلية ها شنو هادشي سلتات إيدها منه ودفعاته وخرجات كتجري مع الباب تساتحات مع جسم ضخم ورجعت طيحة في الأرض هزات راسها كتشوف فراكان واقف في الباب دورات وجهها وهو يبال لها سيف حتى هو واقف كيخنزر فيها ووجهه حمر ومع الصب هبط عندها سيف وشنق عليها ملكم هزها كينخض فيها وكشكش قال لها شنو ديك شي اللي كنتي غادة تضربيليها شنو هوا الممرضة بدت كتبكي وقالت عافاك أنا والله مقصد ماشي الخاطر قال لها راكان ايش واقع دار عنده سيف وقال هادي لقيتها باغة تضربشي حاجة لغادير في السيرون كون ما جيتش في الوقت علم الله شنو يوقع عليها رجع شاف فيها وزير على عنقها بقيد دو وقال نطقي كنتي باغة تقتليها ياك شكون مسيفتك بدت الممرضة كتكح وقالت عافاك غير طلقني أنا غدا نقول لك رخا منها ورجع خطوة اللور كينهج بالأعصار أما واحد راكان كيحاول يستوعب هاتش اللي كيسمع فيه قالت الممرضة خليني نمشي الله يرحم ليك الوالدين ما قاد دعلى مشاكير والله ما الخاطر ما حسيت غير بسقلها بطعت عليها من حيث لا تدري طاحت في الأرض كتبكي وشهد تفخد هلي واللحمن قال لي هارا كان كنتي باغة تقتليها ياكي ترجمة نانسي قنقر